هل الموازين في الإسلام هي موازين الأقل والأكثر أم موازين الحق والباطل الحق إن كان مع الأقلية فلا نبالي إن كان يجب علينا أن نبغض الأكثرية ونحاربهم ونعاديهم فلا نبالي كذلك لا نجعل أن الشيطان يتسلل إلى نفوسنا ويبيض ويفرخ في صدورنا فيقعدنا عن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا بدعوى أن هؤلاء أكثرية كيف تعادي كل هؤلاء لا نجعل أن الشيطان يتسلل إلينا بهذا المنطق البائس لقد قالها رسول الله صلى الله عليه وآله منذ أربعة عشر قرن جماعة أمتي من كانوا على الحق وإن كانوا عشرة المؤمن وحده جماعة أمة رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أردنا أن نفتش عنها ونشخصها قد لا نجدها في المليار ونصف ولا في الخمسمائة مليون حسب بعض التقديرات التي تقول إن الشيعة ناهزوا هذا الرقم الآن ثلث المسلمين قد لا نجد تشخص الأمة في هؤلاء قد نجده بالفعل في عشرة أشخاص هؤلاء نكتشف أنهم يوم القيامة معدودون أنهم أمة رسول الله صلى الله عليه وآله والبقية هذه الأكثرية الساحقة ليست على شيء لأنها لوثت دينها فإياك تنخدع بمنطق الأكثرية أو تشك في نفسك وفي موقفك البعض يشك ضعيف الإيمان فيقول لم يتبق لنا أحد بناء على هذا كلهم فيهم خلل أقلية لا تذكر منهم فقط هم الذين لا خلل فيهم فيدب الشك في نفسه أنه لا أنا بذر مما أشك في كل هؤلاء يمكن الشك فيه أنا أنا يمكن على غلط إذا كنت ممتثلاً لكلام الأئمة عليهم السلام ومنضبطاً بضوابطهم ومسترشداً بما قاله فقهاؤهم فقهاء مدرسة الأئمة عليهم السلام فحينئذ عليك أن تكون على ثقة من دينك ومن موقفك ومن مبدئك ومن مسيرتك فلا تتزحزح لا تشك كما شك بعض من تبع أمير المؤمنين عليه السلام فآلت الأمور إلى أن ينقلب بعضهم عليه والبعض الآخر رحمه الله فنجى بعد وعض من أمير المؤمنين عليه السلام في آخر اللحظات شكراً للمشاهدة